أمت الله من فرنسا أمت الله من فرنسا تقول نذهب إلى المحلات نشتري أكل و ملابس و يعطوننا بطاقة فيها دراهم هل هذا حلال أم حرام أختي أمت الله بارك الله فيك الجواب على هذا السؤال من وجهين الوجه الأول حلال والوجه الثاني حرام أما الحلال فيجوز لك أخذ هذه البطاقة إذا ذهبت تشترينا أشياء تحتاجينها تحتاجينها ذهبت إلى السوق تشتريين أكل تشتريين ملابس تشتريين ضروريات حاجيات و قالوا لك أخذي هذه البطاقة فيها دراهم تشتريين بها أو تأخذينها يجوز هذه هدية من المحل لك فهذه حلال الثاني لا ما يجوز وهي أن يذهب الإنسان لهذه المحلات فيشتري بقصد الحصول على البطاقة يعني هو أصرا لا يريد أن يشتري لكنه اشترى من غير حاجة إلى الشراء ليحصل على البطاقة هذا يمنع الفقهاء يمنع من هذه البطاقة ولا يجوزونه واضح فأنت إذا قولي لا والله أنا أروح أشتري شراء عادي و يعطوني تخفضات أو يعطوني بطاقة يجوز لك بارك الله فيك